أهلا بكم. لا تبدو السلطات في البحرين مكترثة لردود الفعل الشعبية والسياسية الرافضة التطبيع مع إسرائيل. مرت قبل عام ونصف عام زيارة وفد بحريني على نحو علني إلى مدينة القدس المحتلة من دون أي محاسبة. لتؤدي البحرين هذه المرة دور المضيف باستقبالها وفدا إسرائيليا في النسخة الحديعة عشرة من مؤتمر ريادة الأعمال العالمي منتصف أبريل نيسان الجاري. تردد أن من بين أعضاء الوفد وزير الاقتصاد والصناع الإسرائيلي ألي كوهين. أبرز ردود الفعل أتى من مجلس النواب البحريني الذي رفض واستنكر مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر مشددا على أن نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ستظل من أولويات الشعب البحريني. أحرج موقف البرلمان الحكومة التي طرت إلى التبرير بقولها أن المنامة بصفتها الدولة المنظمة للمؤتمر. دعت المشاركين من دول العالم باستثناء إسرائيل وميانمار وكوريا الشمالية وتايوان وإيران وقطر. مضيفة أن المنظمين يمتلكون الحق في توجيه دعوات مباشرة لأي دولة وهذا من اختصاصهم. تواصلت ردود الفعل المستنكرة داخل البحرين حيث دعت جمعية الوفاق الوطني إلى مقاطعة مؤتمر ريادة الأعمال. وأشارت في بيان إلى أن العارة سيلاحق كل المشاركين في مثل هذه المؤتمرات التي تمثل رعاية واحتضانا لمشروع التطبيع مع الصهاينة. المؤتمر نفسه أثار غضبا في الكويت حيث تصاعدت مطالبات برلمانية رافض المشاركة في المؤتمر البحريني. وهو من تهى بإعلان وزارة التجارة في الكويت تعليق مشاركتها في المؤتمر. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فتصاعد الاستنكار عبر هاشتاغ البحرين ترفض التطبيع. وخصوصا أن المنامة لا تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب. وتحت هذا الهاشتاء قال إبراهيم الحسن إنه من القباح أن تدعو عدوك للتحدث عن نجاحاته وإنجازاته أمامك في أرضك ووطنك. فيما رأى مواطن آخر أن من لا يعتبر الكيان الصهيوني العدو الأول فأنه بالضرورة لا يعتبر فلسطين القضية الأولى. أما محمد الجابر فقال إنه لا يشرفه كمواطن بحريني أن يعبث الصهيوني فوق تراب وطنه الصغير الكبير بمواقف شعبه العظيم بتضحياته الجسام من أجل رفعة الأمة وكرامتها. فليسقط المطبعون وإلى مزبلة التاريخ.